فالنواب الجمهوريين عشان يضمنوا ان كابل مكارفي حيكون شارس مع جو بايدن قالوا والله ما ترفعش سقف الدين بسفولة ده حاجة تاني حاجة تقليل الانفاق الحكومي انت تشرف ان اي تصويت يحصل يكون فيه تقليل للانفاق الحكومي الحكومة بتصرف في ايه بص اهم بند في الموضوع ده كله يعني وهو دي حاجة جير مباشرة على فكرة اهم بند اوكرانيا خلي بالك الرئيس الامريكي لسه اه موافق الاوكرانيا على 3 مليار 75 مليون دولار حزمة مساعدات طلعة من ساعات مش بقولك من ايام من ساعات وقالك والله ده او لو يسحب من مخزونات الجيش الامريكي لان هو بيسحب عربيات زكيرة مش بيسحب سواريخ او اسلحة فتاكة بخاض انا بسحب حاجة تحت رئاستي او تحت سلطتي اه اللي هي الرئاسية فانا حدي مساعدات الاوكرانيا 3 مليار 75 مليون دولار قالك لا لا انفاق الحكومي عفكرة هو ده نهج الحزب الجمهولي اصلا ما بيحبش انفاق حكومي كتير ده نهج عند فكرة الجمهول بس المرة دي مركزين على حرب اوكرانيا وقف لنا الانفاق الحكومي عند اوكرانيا ده اهم بدن ما قالوهاش صراحة ما قالوش ان انت توقف لنا حرب اوكرانيا بس قالوا قال لنا الانفاق الحكومي